موسيقى سنبدأ إذن مع الأستاذ مصطفى المرابط وأستاذ التعليم العالي رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني في الرباط ومدير سابق لمركز الجزيرة للدراسات في الدوحة رئيس تحليم مجالة المنعطف ونائب رئيس منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ستراسبوك في عام 1990 وله العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة أستاذ مرابط 15 دقيقة شكرا سيد الرئيس أصعد الله سباحكم سأحاول أن أقدم بعض العناوين العامة على الأقل لنفتح مجال التفكير فيها قبل أن نفتح النقاش لأن الوقت على ما يبدو من خلال الجلسات السابقة لا يسعف في فتح نقاش جاد وعميق في القضايا التي تطرح أنا أدفع بمجموعة من الفرضيات أحاول أن نبني عليها التفكير وندعو إلى البحث فيها الفرضية الأولى هو خلاف ما يعتقد نحن لسنا في حاجة إلى الدعوة إلى إصلاح منظومة التعليم أو إلى تطويرها بقدر ما يبدو أننا في صدد أن ننتقال من منظومة إلى منظومة جديدة بمعنى أن الأشكال المتعارفة عليها في التعامل مع المعرفة قد استنفذت أغراضها وتؤذن بنهايتها وتؤشر على بداية مرحلة جديدة وبالتالي يحتاج الأمر إلى إدراك عميق لهذه التحولات التي تجعل أن المنظومة التقليدية السائدة قد استنفذت أغراضها ونتهيئ لبناء أفكار وبناء تصورات للمرحلة الجديدة هذه الفرضية الأولى الفرضية الثانية تطرح سؤال هل المؤسسة مؤسسات إنتاج المعرفة هي جزء من الحل أم جزء من المشكل أنا أزعم وهذا ما سأحاول أن أثيره في هذه الورقة أنا أزعم بأن المؤسسة المعرفية سواء كانت مدرسة أو كانت جامعة هي جزء من المشكل في ما يسمى بعالم الجنوب العنوان الذي عنونت به هذه الورقة المعرفة العلمية بين التقنية وبين الفاعلية تثير بداية إشكال في المعرفة أصلا هل المعرفة واحدة وشكل واحد على مر الزمان وفي كل الأمكنة أم أنها أشكال متعددة أنا أزعم بأن المعرفة لها أشكال وأوجه متعددة منها المعرفة العلمية إذن ربما سنعود في النقاش إلى أشكال أخرى من المعرفة لكن الذي يهمنا في هذه الجلسة وفي هذه الورقة هو المعرفة العلمية بين التقنية والفاعلية أنا أزعم بأن المعرفة العلمية لها وجهان وجه تقني ووجه فاعلي الوجه التقني هو مجموعة المعلومات التي تنظر أو التي تنتج من النظر في الأسباب سواء كانت فيزيائية مادية أو إنسانية أو اجتماعية ثم تنشأ عنها منظومات معينة هذه المعرفة التقنية هي معرفة مجردة تنتج عن ما أسميه بالعقل الصناعي أو ما يسمى باللغة اللاتينية في البحث العلمي معرفة إن فيتغو هذه المعرفة المجردة لأنها ترتفع عن الزمان وعن المكان ممكن أن يعاد إنتاجها وإنشاؤها في المعرفة التقنية أو المعرفة المجردة إنما المشكلة في المعرفة الفاعلة أو المعرفة الفاعلية إذا كانت المعرفة التقنية تنتج عن العقل الصناعي وهو المشترك الإنساني فإن المعرفة الفاعلة هي من إنتاج ما أسميه بالعقل الحي العقل الصناعي هو النظر في الأسباب وبالتالي فهو يطرح في بحثه على بناء المعرفة على سؤال كيف سؤال الأسباب بينما المعرفة الفاعلة التي تنتج عن العقل الحي تنظر في الغايات وفي المقاصد وبالتالي تشتغل على سؤال لماذا هذا في البداية للتفريق المسألة الثانية أنه عندما أتحدث عن مؤسسة المعرفة هي كل مؤسسة تشتغل على المعرفة سواء في نقلها أو تلقينها أو تطويرها أو إنتاجها إذن لا يختلف الأمر عندي في هذا السياق أو بهذا التعريف بين المدرسة وبين الجامعة كلها تقوم بالاشتغال على المعرفة إذن فلما أتحدث حين أتحدث عن المؤسسات المعرفة فإنني أقصد بها هذه المؤسسة 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 المعرفة لا يمكن أن نطرحها إلا في سياقين سياق عام وسياق خاص السياق العام هو ما نشترك فيه مع الإنسانية بحكم أننا سواء في المغرب أو في البلاد العربية جزء من العالم وبالتالي هناك إشكالات تطرح على الإنسان في لحظتنا التاريخية هذه سننظر عن التحولات التي تطال العالم فيما يخص المعرفة والتي تسائل الجامعة وتسائل مؤسسات المعرفة في قدرتها على مسايرة هذه التحديات إذن هذا السياق العام السياق الخاص هو السياق الذي يميز ما يسميه المتخصصون في الدراسات الثقافية بمجتمعات ما بعد الاستعمار مجتمعات ما بعد الاستعمار دخلت في سياق خاص تختلف فيه من الناحية التاريخية ولكن أيضا من الناحية الاجتماعية والثقافية عن بقية الدول الأخرى إذن سنميز بين هذين السياقين لننظر في قابلية مؤسسات المعرفة في التجاوب والتفاعل مع تحديات كل سياق إذا كنا في العالم العربي نشترك مع الإنسانية في التحديات المطروحة اليوم على مؤسسات المعرفة فإننا نختص بتحديات تعود بالأساس إلى طبيعة مجتمعات ما بعد الاستعمار بمعنى أن التحديات التي تواجه مؤسسات المعرفة عندنا هي مزدوجة فمن جهة نحن نشترك في التحديات العامة وسنراها ولكن كذلك نختص بتحديات تخص فقط مجتمعات ما بعد الاستعمار وبالتالي المهمة ليست سهلة وهذا التمييز ضروري لنستطيع أن ننظر في العام وننظر في الخاص لنستشرف إمكانية رسم أدوار أو وظائف أخرى لمؤسسات المعرفة بالنسبة للسياق العام كما قلت يبدو حسب دراسات كثيرة أننا في صدد الانتقال من مرحلة إلى مرحلة هذا الانتقال هو كمي ونوعي ولا علاقة له بما تراكم تاريخيا بمعنى أن ما يلوح في الأفق من تحديات ومن أسئلة ليس لها ارتباط بما سبق هي تفرط بكل ما تحمله الكلمات من معنى إذا كانت تاريخ الإنساني على الأقل في الحضارة المعاصرة وفي حضارة الإنسان الحديث قد عرفت ثورتين ضخمتين الثورة الأولى هو الانتقال من الشفهي إلى الكتابي وكان الأنموذج فيه هو النص انتقلت فيه الإنسانية من مرحلة إلى مرحلة لعب فيه النص دوراً انتقالياً نوعياً نقل بها الإنسانية من مستوى إلى مستوى آخر الثورة الثانية هو الانتقال من مرحلة الكتاب إلى مرحلة المطبعي والنموذج الأنموذج فيه هو الكتاب أصبح الكتاب هو الوسيلة التي يتوسل بها الإنسان إلى المعرفة وسمحت بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى يبدو على رأي كثير من الخبراء أن هاتين الثورتين تبدوان أمام ما يلوح من مؤشرات لثورة جديدة بسيطة إننا في صدط طفرة ننتقل بها من مرحلة إلى مرحلة جديدة نستشعرها نتلمسها لكن ليست لدينا القدرة في رسم ملامحها وهذه من بوادر الأزمة الأولى لمؤسسات المعرفة بمعنى أن مؤسساتنا المعرفية غير قادرة اليوم على بناء أدوات منهجية مقاربات جديدة للتعاطي مع هذا النوع من التحديات فنحن نحسها ونستشعرها وتننتلمسها ولكن لا نستطيع أن نعبر عنها أقصى ما يمكن أن نقوم به هو أن نقول على غرار الثورتين السابقتين الانتقال من الشفاه إلى الكتاب ومن الكتاب إلى المطبع أن نقول بأننا يبدو أننا في مرحلة انتقال من المطبع إلى الإلكتروني وعلى غرار نموذج الثورتين بحكم أنه نفتقد إلى تعبيرات وإلى مفردات لنعبر عن هذه الثورة إذا كان النص أنموذجا في الثورة الأولى والكتاب في المرحلة الثانية فإن الشاشة هي النموذج الجديد في هذه الثورة وسنرى لماذا إن سمع الوقت سنرى لماذا الشاشة تشكل أنموذجا بالنسبة لهذه الثورة هذه الثورة جاءت نتيجة تحديات تعرفها الإنسانية اليوم هذه التحديات تطال المؤسسات التقليدية التي كانت تؤطر مؤسسات المعرفة في علاقتها بالمجتمع وبالثقافة هذه المؤسسات التقليدية هي في صدد التفكك والزوال هذه المؤسسات هي ثلاثة هناك المؤسسة السياسية هي تتفكك وتتراجع الدولة هناك المؤسسة العائلية وهي الأسرة تتفكك وتتراجع وهناك المؤسسة الثالثة هي المؤسسة التعليمية المتمثلة في المدرسة هذه الأشكال الثلاثة هي التي توضعت عليها الإنسانية في تأطير اجتماعها الإنساني هذه المؤسسات الآن تعرف نوعا من التفكك أمام صعود لا متناهي ومتنامي لمؤسسات جديدة أو أعتبرها مخاطر جديدة أن هذا التفكك ستملأه تحديات أخرى جديدة أو مؤسسات جديدة هي في صدد تعويض هذه المؤسسات فمقابل مؤسسات السياسة أو مؤسسات الدولة هناك مؤسسة المال المال الذي يبدو أنه يأخذ أشكال تضخمية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية بحيث أنه حول كل مرافق العمران البشري إلى سلعة المؤسسة المخاطر الثانية المتمثل في النزوع نحو الفرضانية الفرضانية لم تعود موقفا في الكون ومن المجتمع إنما الفرضانية هي عقيدة جديدة مقابل النزوع الجماعي والنزوع الاجتماعي ثم من المخاطر الثلاثة مقابل هذه المؤسسات ما أسميه بمجتمع الفرجة إذن هذه المخاطر الثلاثة التي تبدو أنها تزحف على المؤسسات التقليدية التي هي في صدد التفكك لترسم لنا أفق هذا النوع من التحديات التي من المفروض أن مؤسسات المعرفة قادرة على قراءتها وعلى رصدها وبالتالي على استشراف إمكانية تجاوزها قلت بأن مؤسسات المعرفة أبدعت أبدعتها الإنسانية لتستطيع أو لتعمل على تدبير محيطها والتفاعل مع تحديات مجالها والجواب على أسئلة عصرها بمعنى أن مؤسسة المعرفة هي مؤسسة الجواب أو مؤسسة الأجوبة على تحديات وأسئلة المحيط وبالتالي كانت لدي هذه القدرة في تزويد المجتمعات بإمكانات تدبير محيطها ولكن كذلك بالقدرة على استشراف ما هو آت من إمكانات ومن مخاطر وبالتالي تقترح على المجتمع منظومة من القيم تتهيأ لاستقبال هذه التحديات تفاعلا أو ردا ولكن يبدو أن أمام تفكك هذه المؤسسات وصعود هذه المخاطر جعلت من مؤسسات المعرفة عوض أن تكون بعدية أصبحت الآن قبلية بمعنى أن التطورات تسبق بمسافة 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 فلكية عن مؤسسات المعرفة وبالتالي كل ما تفعله المؤسسات المعرفة هو مكابة ومواكبة ورصد والإشارة إلى هذه وتعترف في قدرتها وتعترف عن عجزها في رصدها وفي فهمها وبالتالي في عجزها عن استشراف هذا مع الأسف الوقت لا يسمح سيد الرئيس كتب بشكل نهائي أن الوقت قد انتهى فأتوقف عند هذا الحد دون التطرق إلى السياق الثاني والسياق الخاص شكرا الآن نمر إلى التدخل الثاني للأستاذ محمد الحاج الدريسي هجرة الكفاءات وتدهور البحث العلمي في العالم العربي المغرب نموذجا أستاذ دريسي أستاذ جامعي في جامعات القاضي عياد بمراكش وباحث في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في الرباط متخصص في هجرة الكفاءات وله العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم صباحكم سعيد في واقع الأمر تعتبر هجرة الكفاءات من أهم الظواهر الأكثر تعقيدا على مستوى الدراسة والمناولة ولذلك لن أدخل في العديد من التفصيلات حول مجموعة من البدايات الأولى لأنها ستأخذ الكثير من الوقت دون أن يستفيد الحضور عرف المغرب منذ القديم هجرة أو نزوحا لكفاءاته في عدة اتجاهات ولكن هذا النزوح ظهر جاليا في العصر الحديث وفي الستينات وبالضبط في نهاية الستينات صدر تقرير عن منظمة اليونسكو برز فيه أن المغاربة يهاجرون أو الكفاءات المغربية يهاجر بشكل جماعي إلى الدول الغربية وهذا التقرير تناول العديد من الدول الإفريقية ولكنه ركز على المغرب لأنه أول دولة إفريقية يشاهد هذا النزوح بكثرة لكن ونظرا لغياب إحصائيات دقيقة لم تتمكن هذه المنظمة الدولية من إعطاء أرقام واقعية ومحصورة حول نوعية هذه الكفاءات وطبيعتها المهنية ومستواها الأكاديمي لا سيما أن هذه الفترة شهدت في نفس الوقت هجرة العضلات دول جنوب إلى الديار الأوروبية من أجل إعمار هذه القارة التي قد شهدت حرب عالمية ثانية استوعبت أكثر من عشرة ملايين من ظهرة أبنائها الشباب هذه الهجرة فعلا ستبرز ملامحها الرئيسية في بداية الثمانينات وستندرج في إطار سياسة دولية تحاول من خلالها القوى الكبرى الحفاظ على مراكزها على مختلف المستويات فكما تعلمون أن النظام الدولي السابق أو نظام الثناء القطبية كانت أبعاد القوة فيه سياسية وعسكرية وإديولوجية وهذه الأبعاد ستتغير مستقبلا نتيجة هجرة الكفاءات التي ستحاول الدول الغربية التركيز عليها لاستيعاب القوة لصالحها ولا يمكنها استيعاب هذه القوة إلا عبر هذا التهجير الممنهج فكيف سيتم ذلك في سنة 1980 صعد إلى سدة الحكم الجمهوريون وعلى رأسهم الرئيس رولاند ريغن رولاند ريغن كما تعلمون أعلن برامجه العسكرية الكبرى التي نهزت متطلباتها المالية آنذاك حوالي المئة مليار دولار في ذلك الزمان مئة مليار دولار هو رقم صعب أو ثقيل من الناحية الاقتصادية كما تعلمون ماذا ستفعل الدول الكبرى أو الدول الرأسمالية لمواجهة الدب السوفيتي بالإضافة إلى هذا البرنامج الذي سيؤهلها لهذه المواجهة فإنها ستقوم بأمر الدول دول الجنوب بتطبيق سياسات التقويم الهيكلي وكما تعلمون أن السياسات التقويم الهيكلي هدفها هو التقليص من السياسات الاجتماعية حينما نقوم بتقليص سياسة اجتماعية معينة في دولة ما فإننا نقوم في نفس الوقت بالتقليل من توظيف الكفاءات الوطنية سواء الأهلية أي المتواجد على أرض الوطن أو التي ذهبت للدراسة في الخارج هذه السياسات سياسات التقويم الهيكلي ستؤدي ليس فقط إلى منع الكفاءات التي ذهبت للدراسة في الخارج من العودة ولكن كذلك إلى نزوح الكفاءات التي تم تكوينها في أرض الوطن فشهدت بدايات الثمانينات نزوحا جماعيا لمجموعة من الكفاءات العالم ثالثية ومن بينها بالطبع الكفاءات المغربية فإلى حدود سنة 1984 تجاوز عدد باحثي الدول العربية بالبلاد الأجنبية 171 ألف باحث من بينهم أكثر من 31 ألف باحث مغربي في مستوى الثالث وفي ذلك الوقت وبمقارنة هذا العدد مع الكم السكاني فإن هذا العدد يعد عددا ضخما وهائلا جدا ثم أن المغرب كان دائما يتبوأ الصدارة في هذا النزوح فخمس الكفاءات المغربية فخمس الباحثين المغاربة في هذا الزمان يعني الباحثين العرب من المغاربة يعني هو رقم ضخم جدا لدولة لا يتعدى عدد سكانها 10% من سكان العالم العربي منذ هذه السنوات بدأ هناك نزوح جليل هذه الكفاءات إلى أن وصل سنة 1990 إلى 80 ألف كفاءة مغربية بالخارج ربع هذه الكفاءات بالطبع كان يتواجد بأمريكا الشمالية والثلاث الأربعة الأخرى تتواجد بأوروبا منذ سنة 1990 إلى سنة 2000 سيتضاعف هذا العدد عدة مرات بحيث وصل عدد الأساسي للجامعين سنة 1992 وحينما نقول عدد الأساسي للجامعين في ذلك الوقت كان عدد الأساسي للجامعين في المغرب ضعيف جدا قد بلغ في فرنسا لوحدها 369 أستاذا جامعين خلال هذه الفترة تضاعفت الهجرة الدولية للكفاءات بمعدل 300 ألف كفاءة سنويا يعني الهجرة الدولية للكفاءات عرفت هجرة 300 ألف كفاءة سنويا على مستوى الحركية الدولية للكفاءات كم بلغ عدد المغارب بين هؤلاء بلغ 28 ألف كفاءة مغربية سنويا بمعنى حوالي 10% تقريبا وللتذكير ففي سنة 2000 وصل عدد الكفاءات المغربية المتواجدة بمنظمة الدول التعاون والتنمية الاقتصادية إلى حوالي 300 و 61 و 773 ألف كفاءة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أي 43.5% من الكفاءات المغربية تتواجد بهذه الدول كم بقي من المغرب كم بقي من كفاءة في المغرب وكم من كفاءة في الدول الأخرى غير دول هذه المنظمة هذا السؤال في الحقيقة يطرحه هو سؤال حرج لماذا يعني هذا التهجير بالضبط وما الدافع إليه أعود إلى سياسة ريغن قلت لكم أن الدول الليبرالية حاولت تهجير هذه الكفاءات لتركيز الكفاءات بمراكزها البحثية لسببين اثنين أولا لأن هذه الدول كانت تشهد مدا اجتماعيا اشتراكيا وفي بعض الأحيان شيوعيا وكان يهدد المنظومة الليبرالية والغربية بالانهيار فكانت تحاول استنزاف المراكز البحثية لهذه الدول حتى تستنزف قوتها مستقبليا بمعنى أنها نهجت سياسة استباقية للحفاظ على موقع القوة داخل النظام الدولي وبهذه السياسة انهار النظام كان ثناء القطبية أبعاده سياسية عسكرية وإديولوجية وسيظهر لدينا نظام له أبعاد أخرى تكنولوجية اقتصادية وعسكرية هذه أبعاد النظام الدولي الجديد كيف سيظهر هذا النظام؟ هذا النظام سيظهر عبر هجرة الكفاءات بمعنى تظهر البحث العلمي في العالم العربي والإسلامي ودول العالم الثالث ومحاولة تنميته في الدول المتقدمة ستؤدي بنا إلى ظهور اقتصاد المعرفة كيف ذلك؟ حينما كانت تهاجر الكفاءات من دول العالم الثالث كانت تتركز مختلف الخبرات والمعارف في المراكز الغربية فكان في البداية لدينا اقتصاد مادي ونتيجة تداخل هذه الخبرات والصيرورات الإنتاجية والمعرفية أصبحنا نرى اقتصاد جديد يصعد ليس اقتصادا ماديا ولكنه اقتصاد معرفي فظهر لنا لدينا اقتصاد المعرفة نتيجة زواج الاقتصاد والمعرفة الذي بني على هجرة الكفاءات التي ملأت المراكز الغربية فأدت إلى نشوء هذا النوع من الاقتصاد إذا فترقية البحث العلمي في العالم الغربي أدى إلى هذا الواقع الجديد فظهر لدينا نظام مبني على اقتصاد المعرفة وهذه السياسة ينهجها دائما الغرب بشكل استباقي والدليل على ذلك هي الإحصائيات الصادرة من جهة ثم السياسات الغربية المنتهجة في هذا الاتجاه فمنذ بداية التسعينات نهجت أوروبا سياسة غربلة المهاجرين لم تعد الطلبات الأوروبية ولا الأمريكية ولا حتى طلبات الدول المتقدمة الأخرى تعتمد على سياسة جلب العضلات فهؤلاء الناس أصبح الاستغناء عنه بواردا ولكن أصبحت السياسات الجديدة وبشكل حرفي تدعو إلى جلب الأضمغة عبر تقنين هذه الأمور في برلمانات الدول المتقدمة فألمانيا الآن تحاول سنويا في هذه الفترة جلب حوالي أربعين ألف كفاءة مغربية سنويا وهذه السياسة دائما يحاول الغرب من خلالها الحفاظ على مواقعه لا سيما وأن النظام المقبل كذلك هو نظام مقبل على التغير فإذا كان النظام الذي نعيش فيه الآن هو نظام مبني على ما هو اقتصادي تكنولوجي وعسكري فإن النظام المقبل سيكون مبنيا على حروب القيم والتهجير إذا كان في هذه الفترة جغرافيا فمستقبلا لن يكون بالطبع جغرافيا سيتمد على آليات أخرى وبالتالي فالحروب هنا هي حروب وبالتالي فالتهجير إذا كان جغرافيا في هذه المرحلة ففي المرحلة الأخرى لن يكون جغرافيا سيكون قيميا وثقافيا وحضاريا لأن تلك الحروب والمواجهات التي كانت تتأسس على الجغرافيا والتي أدت إلى التنقل المادي للكفاءات من الجنوب إلى الشمال فاليوم شمال الأمس ليس هو شمال اليوم وجنوب الأمس ليس هو جنوب اليوم كما تعلمون والتهجير يتم بطرق أخرى لكن هذا ليس موضوعنا الآن في الحقيقة موضوعنا هو كيف تؤثر هذه الهجرة على الواقع البحثي في العالم العربي وفي العالم الغربي وكيف أدت هذه الهجرة إلى الهيار المنظومة البحثية في العالم العربي انتهى وقتي أشكركم والسلام عليكم لأنك بكتشم أشكركم أستاذ دريسي والآن نمر إلى عبد الأستاذ محمد الغالي أدوار الجامعة المغربية في تأطير العلمي لتحولة سياسية المعاصرة أستاذ الغالي هو أستاذ باحث في السياسات العمومية والحوكم الترابية ورئيس شعبات القانون العام في كلية الحقوق بمراكش أستاذ الغالي شكرا سيد رئيس الجلساء في البداية أسمح لي سيد الرئيس أنا أتقدم بشكر جزيل إلى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على إتاحة الفرصة لهذا التواصل بين تل من الباحثين أساتذة وطلبة في صف الماستر والدكتورة بطبيعة الحال مقاربة هذا الموضوع تطرح سؤال منهج وكان نقاش أمس حول المؤشرات القياس أنا سأحاول مقاربة هذا المنهج من منظور السياسات العمومية من خلال تلاتية الفعل رد الفعل التفاعل وباختيار مؤشر كمي ومؤشر كيفي أو نوعي وبطبيعة الحال لا أريد أن أدخل هنا في تعريفات للمؤشر أدوات إلى غير ذلك أو من خلال مناقشة رسائل مصدر والأطروحات ثم كذلك قياس درجة تأثير هذا الحضور في القرار العمومي على اعتبار أن الموضوع الذي أطرحه هو أدوار وليس دور أدوار الجامعة في التحولات السياسية المعاصرة وبطبيعة الحال قرار العمومي هو كقرار مرتبط بالتحولات السياسية المعاصرة وهنا مفهوم سياسي لا أركز فيه بالضرورة على تلك الجدلية التي تكون في موضوع السلطة بل هنا أتعامل مع مفهوم السياسي بالنظر إليه كتصورات واستراتيجيات وخطط وبرامج إذن هذا لذلك طرحت منذ البداية حقل السياسات العمومية كمجال أنسب مع أخذ بعيد الاعتبار كل الاحتياطات الإبستيمولوجية في هذا الباب انطلقت من سؤالين ماذا عن هذه الأدوار مجالاتها درجاتها ومستوياتها ثم كذلك كيف تتحقق هذه الأدوار وكيف يحصل التأثير في التحولات السياسية المعاصرة مع الأخذ بعيد الاعتبار مسألة أساسية ربما لوحة القيادة التي من خلالها نشتغل على هذا الموضوع دائما تكون هناك علامة حمراء ترنو أو تشير إلى أن هناك خطورة في التعامل مع الجامعة هل هي متغير أصلي فيما نطرح أم متغير تابع لا أريد أن أطرح أحكاما مسبقة أو أحكام جاهزة ولكن على أي أحاول معكم من خلال هذا النموذج التحليلي أن نقارب هذه الاهتمامات وهذه الانشغالات المعرفية أكيد أن الجامعة تشتغل في إطار قانوني وسياسي وبالنسبة لنا في المغرب هناك المنطلق الأساسي هو القانون 0001 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وهناك ذلك أشير إلى ملاحظة لا أتعامل مع النصوص كأمور سكونية إجراءات وضوابط النصوص هي تعبير مكتف عن تقافة ونظام قيم سائد في الدولة أو في المجتمع على اعتبار حتى الدستور الذي نتعامل معه هو ينظم تلاتية السلطة التروة القيم وبطبيعة الحال فالقانون 0001 هو مخرج من مخرجات هذا الدستور الذي يؤطر هذه التلاتية التي نطرحها وأكيد بأننا كنا نطرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بدور الجامعة في إنتاج المعرفة وإنتاج التروة وتحقيق التنمية وغير ذلك عندما نرجع إلى المادة الأولى في باب المبادئ لاحظوا معي هذه المبادئ يرتكز التعليم العالي موضوع هذا القانون على المبادئ الآتية يدرس يدرس وينمو ويتطور في إطار تمسك بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها إذا نتحدث عن مبادئ يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية والموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية ثم كذلك تضيف نفس المادة بأنه يوضع تحت مسؤولية الدولة التي تتولى التخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والتقافية للأمة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال بتعاون مع المجموعة العلمية وعالم الشغل والاقتصاد وكذلك مع الجماعات المحلية والجهات بصفة خاصة إذن هذه هذه هي المبادئ التي تحكم في هذا الباب لذلك وجدت نفسي أمام حيرة وقلق إبيستيمولوجي هل نتحدث عن أدوار أم نتحدث عن وظائف أم نتحدث عن مهام الأدوار تتعلق بالغول المهام تتعلق بالميسيون والوظائف بالفونكسيون للتوضيح عندما نتحدث عن أدوار فإننا نترك مجالا المجال مفتوح على أساس أننا أمام سلطة هل التعليم العالي يشكل سلطة قائمة الدات لكن المادة الخامسة من نفس المشروع تأتي وتقول بأن التعليم العالي يخضع لوصاية الدولة ليس لمراقبة الدولة يخضع لوصاية الدولة وعندما نقول بأن الشيء يخضع لوصاية شيء هذا يعني بأن العلاقة هي علاقة إدارية والتراتبية هي تراتبية إدارية وبالتالي نسقط في نظرية الرئيس بالمرؤوس لذلك فنحن نطرح هذه الأشياء قد يظهر بأن المقاربة مؤسساتية قانونية ولكن ليست بهذا الاختزال ولكن كما قلت فإن هذه الأبعاد لماذا لأن كل الأدوار التي يمكن أن تؤديها الجامعة في التحولات السياسية هي محكومة بمبدأين المبدأ الأول هو مبدأ المشروعية إلى أي حد أعمال وتصرفات الجامعة تتطابق وهذا هو مفهوم الوصاية تتطابق مع النظام القانوني الذي تضعه الدولة ثم كذلك حتى عندما تتخذ الجامعة قرارا من قرارات اتفاقية شراكة مع مؤسسة من المؤسسات للدعم والتطوير وووو فإن الدولة يمكن أن تتدخل في هذا الباب على أساس هل هذا القرار رغم كونه يتطابق مع الخلفية المرجعية للدولة أي من خلال القوانين هل يلائم ويتناسب مع حاجيات وانتدارات المواطنات والمواطنين كما يتصورها الفاعل الأساسي في الدولة وبتالف هذه الأشياء بطبيعة الحال تطرح لكن إجرائيا إذا ما فتحنا الأفق وتحدثنا عن أدوار فإنه يمكن أن نصنف هذه الأدوار إلى صنفين هناك الأدوار العمودية وهناك الأدوار هناك الأدوار العمودية وهناك الأدوار الأفقية وهناك الأدوار التقاطعية فبالنسبة للأدوار العمودية في إطار العلاقة مع السلطة المركزية أي أن العلاقة تكون مع السلطات السياسية والدستورية في هذا الباب بحسب دفتر التحملات الموجود وبالنسبة للأدوار الأفقية تكون في إطار العلاقة مع المجتمع المدني الأحزاب السياسية يمكن أن نطرح في هذا الباب العلاقة الأحزاب السياسية بالجامعات علاقة الجمعيات بالجامعات علاقة الجامعات الترابية بالجامعات ومصير اتفاقيات الشراكة ستجد بأن هذا الحيز أو هذا الإطار هو ضعيف جدا أنا اسمحوا لي دراستي تقريبا طرحت لي في البحث الميداني طرحت بعض المشاكل على اعتبار أن بعض المتغييرات لم تسعفني في طرح بعض الخلاصات ولكن هذه فرصة بطبيعة الحال لتجويد تلك الخلاصات فيما بعد إذن فهنا في هذا الباب فيما يتعلق بالأدوار العمودية فهي محدودة وحتى بالنسبة لهذه الأدوار العمودية عندما نقرأ القانون نجدها في ثلاث مستويات الجامعة تقوم بنقل المعرفة وتقوم بالتركيب مثلا من خلال البرمجة التنظيمية أو الشخصية والتفاعل ثم كذلك من خلال الإنتاج هذه هي بطبيعة الأدوار وفي مستوى آخر تطرح مسألة التتبع أي الجامعة كفاعل يتتبع السياسات العمومية ثم المواكبة للتحولات والتطورات ثم كذلك على مستوى التقييم الذي يظهر بأن دور الجامعة لا يكون أصليا في هذا الباب إما أنها تشتغل كما تم إشارة تحت الطلب حيث مثلا بنسبة البرلمان لا نجد هناك اتفاقيات شراكة صلبة اتفاقيات شراكة فقط لنقول بأن اتفاقيات شراكة ولكن هل تحضر الجامعة في المسلسل الشريعي في التكوين والتطير داخل المؤسسة الشريعية ثم كذلك بالنسبة للمؤسسة الأخرى قضاء الدستوري لا نقول بأنه رأى للتعين في هذه المؤسسة الدستورية رأى الناس وصلوا إلى المبتغى أو وصلوا إلى درجات الكمال ولكن دائما مسألة الطير والتكوين هي مطروحة في هذا الباب لماذا؟ لأن اليوم في إطار تحولات التي نعرفها هناك دينامية مؤسساتية وهذه الدينامية المؤسساتية بطبيعة الحال مشروطة بما نستطيع أن نحققه كجامعيين إلى أي حد نؤثر في النص الشريعي طبيعة الحال نقوم بندوات نستخرج مقترحات أو توصيات ولكن عندما نقارنها بالنسخة التي تخرج لا نجد اهتماما بهذه التوصيات وحتى إذا نودي على الجامعة وتم تنظيم ندوة بشراكة معها داخل مؤسسة الشريعية بخصوص قانون من القوانين إما في المسطرة الجنائية أو في قانون التعمير أو إلى غير ذلك فإننا نجد بأنه في نهاية المطاف لا يكون هذا الحضور ولا يكون هذا التأثير لتلك الأتبارات لذلك فمن الأشياء التي تطرح كما ستلاحظون هذه الأدوار تتحقق من خلال ما يلي بمعنى أقول من خلال هذا المخطط أن الجامعة لم تخلق بعد لنفسها مصفوفة للتأثير في التحولات لذلك فالمصفوفة الموجودة هي كما ترون التعيين أن الأساتداء ينادى عليهم ليعينوا في لجان دستورية أو لجان للحوار أو شيء من هذا القبيل ولا تكون المسألة تمر عبر الجامعة بمعنى تكون فيها علاقات زبائنية معينة ليس بالضرورة مثلاً عندما تريد الدولة تطرح عرضاً مثلاً بالتسبب الدستور 2011 كانوا أساتداء الجامعيين حاضرين في اللجنة بقوة ولكن تساء الذي يطرح هل هؤلاء الأساتداء يعبرون عن قيم الجامعة وعن ما تطرحه الجامعة بل هؤلاء يتم المنادة عليهم إذن هذا بخصوص تعيين ومخاطر التعيين إذن تعيين في المؤسسات الدستورية التعيين في اللجان تعيين في المجلس الدستوري مثلاً لأخذنا قرارات مؤشر لنأخذ عينة من قرارات المجلس الدستوري ونحللها ونقارن المخرجات في هذه القرارات بما تطرحه الجامعة من النقاشات فأكيد فإننا سنجد فجوة وفرقاً كبيراً في هذا المستوى لذلك قلت مسألة المصفوفة في التأثير وفي التحول وفي التأثير في هذه التحولات في هذه المستويات ثم مسألة تقديم الخبرة معنا مسؤولين كانوا في الكليات وفي الجامعات طلب خبرة الجامعة بشكل مباشر هو منعدم مؤخراً مدينة مراكش تم إعداد ما سمية بمراكش الحاضرة المتجددة مخطط لتطوير المدينة حضرت كل مؤسسات ولم تحضر الجامعة وهذا ليس مفاجئ لأن حتى القانون المتعلق بالتعيين في المناصب السامية لم يتم ذكر الجامعة ضمن المؤسسات الاستراتيجية وهذا بطبيعة الحال يطرح هذه الأشياء الوقت لا يسمح بأن أستعرض مجموعة من الأفكار ولكن أطرح بدوري أمامكم هذه الإشارات في دقيقة لو سمحت سيد الرئيس تقديم الخبرة المشاركة في الدينامية إذن تقديم الخبرة عن طريق التفاقيات والشاركات المشاركة في الدينامية حسب الحقوق والحرية التي أعطيها الدستور أن جامعيين قد يؤسسون أحزاب أنه مؤخرا كان قد أسس حزب سياسي وقيل بأنه حزب الأطور الجامعية وتأسيس الجمعيات والنقابات أو الانخراط فيها يظهر بأن حتى في هذا الجانب الأفقي بأن حضور الأساتدة الجامعيين يبقى محدودا في هذه الاتجاهات شكرا على انتباهكم شكرا أستاذ الغالي والآن نفتح المجال للأسئلة شكرا لسادة المحاضرين على هذه العروض القيمة وسؤالي مختصر تحديد موجه للمحاضر الأول أشكره على العرض القيم الذي عرضه علينا سؤالي هو في الجانب تعتفكك المؤسسات وتصاعد مؤسسات معرفية أخرى قياسنا على التطور التاريخي والحضاري والانتقال من مرحلة، من مرحلة الكتابة، من مرحلة الشفاوين، من مرحلة الكتابة، من مرحلة إلى آخره ألا نخاف أننا نسقط في ما يمكن أن نسميه أوهام العالمة، هل فعلا توجد مؤشرات على أن الأسرة بوصفها قيم تراجعت عندنا كما تراجعت في المجتمعات التي بدأت في مرحلة الانتقال؟ وبالتالي نستورد هذا التخوف من تخوفاتهم إلى أن يصبح تخوف محلي وأعتقد أنه في غياب المؤشرات قد يكون وهميا لماذا؟ لأن تجربة قوننة الأسرة منذ بداية القرن العشرين إلى يومنا هذا لم تؤثر بشكل جوهري في الأسرة وبقية الأسرة في مهامها التنشوية التربوية بالقيم المألوفة ورغم ترسانا من القوانين التي تحاول أن تدخل إلى الأسرة ولكنها لم تؤثر كثيرا حتى أن هناك اليوم منادات بالرجوع إلى ما يسمى بإخلاقيات النسوة أو القيم النسوية سيادة القيم النسوية وعودة ما يسمى بالأسرة الأموسية وبالتالي أعتقد أننا عندما نستورد حتى التخوفات التي يطرحها المنظرون الغرب سنعيش مرحليا على الأقل بعض الأوهام إن على مستوى الأسرة وإن على مستوى الجامعة وإن على مستوى خاصة وأن جامعاتنا الآن لا أعتقد أنها تنتج معرفة ولكنها تنقل المعرفة بما يحمله مصطلح نقل المعرفة من مخاطر ديدكتيكية جمة كبيرة ونحن نعيشها في جامعاتنا وشكرا حبذا لو بجملة واحدة تحدثنا عن الهجرة الأدمغة أو الكفاءات كجزء من منظومة الهجرة العالمية وكجزء من منظومة الهجرة في المغرب خاصة يعني ما هي حصرية للكفاءات هي جزء من منظومة موجودة في المغرب والشيء الثاني اللي حابب أشاركك فيها قضية التهجير كمصطلح لو أخذنا يعني عبدأ أحاول ألعبنا وإياك لعبة فلسطينية باللهجة الفلسطينية إننا مش نستخدم كلمة تهجير إنما ننظر للأكاديمي المغربي بالذات مش العربي المغربي كأكاديمي ليس ضحية إنما أكاديمي عقلاني يبحث عن تحقيق طاقاته الكامنة ولذلك يرى في قضية الهجرة كمكان اللي ممكن هو يحقق طاقاته الكامنة يعني ننظر للأكاديمي مش قضية تهجير إنما هجرة كمتغير مستقل وليس متغير تابع يعني الشيء الوحيد اللي أنا ملاحظه في المؤتمر من المبارح لليوم طول الوقت وإحنا بنطلع على أكاديميينا وجامعاتنا كمتغيرات تابعة وكأننا مش أضحية للمؤسسات المختلفة والتمويل وإلى آخره وإلى آخره لحد الآن مش طاق أنا وهي يريت لو أنك تلبيل إياها قبل الغدا أني أسمع عن الأكاديمي المغربي كإنسان عقلاني اللي ببحث عن فرص يحقق فيه طاقاته شكرا جزيلا للزملاء على أوراقهم القيمة لتعقيب أول على ورقة الدكتور مصطفى المرابس مع شكر خاص على عمق تفكيك العلاقة بين المعرفة العلمية والتقنية والفعالية طبعا ربما لم يسعفه الوقت لأن نسمع الجزء الثاني لكن فقط تساؤل بسيط الجزء الثاني من الورقة هل يحمل أو هل تحمل الورقة في جزئها الثاني حديث أو تفكيك أو ربما جواب على تفاعل ما سميته بالمخاطر الثلاث من مجتمع الفرجة ومؤسسات المال والفردانية في واقعنا العربي وكيفية فعلها في منظومات الإنتاج البحث العلمي والأكاديمي في واقعنا العربي تعقيبي الثاني للدكتور محمد الحاجي حول هجرة الكفاءات في المغرب وهي في الحقيقة كما هو معلوم هي مظهر من مظاهر الهدر التنموي على مستوى العالم العربي ككل وليس خاصة بالمغرب فقط ولكن سؤال حتى أنه يعني هناك بعض التقارير الحديثة التي أصبحت تشير إلى أن قيمة القيمة التنموية لصادرات العقول العربية أصبحت توازي قيمة صادرات النفط والغاز فسؤالي هل من سياسات رسمية أو يعني يمكن للبحث أن يتلمسها في التعامل مع هذه الظاهرة على مستوى المغرب وهذا الجزء الأول من السؤال والجزء الثاني إلى أي مدى يمكن أن تشاطرني الرأي أو أن يعني يمكن أن نقول أن هذه الظاهرة ظاهرة تجرة العقول والكفاءات العربية أصبحت يعني مظهر من مظاهر الفشل المتكرر في منظوماتنا العربية باعتبار أن فشلت في يعني منع هؤلاء من الخروج ولكن الفشل الثاني والأكثر يعني ربما فداحة وهو عجزها في استثمار هؤلاء حتى خارج منظوماتهم وهو فشل متكرر حيث أن دول تضاهينا في تصدير العقول أصبحت تسعى إلى استثمار وجود هؤلاء وتوظيفهم التنموي من مواقعهم ومن خارج منظوماتنا البحثية العربية والمثال الشهير هو مثال الصين والهند شكرا جزيلا أبدأ نختلف معه في شيء بالحقيقة على الأقل الجزء الأول هو اعتبار المدرسة والجامعة بينهم مؤسسة يعني لا أميز قلت لا أميز بين المدرسة والجامعة هذه الأمر فيه بطروحتك على الأقل ضرورة التمييز بينهم لسببين لسبب الأول معرفي الجامعة تعلم شيء والمدرسة تعلم شيء آخر ما تعلمه مدرسة بالمعرفة هو الكور نواة المعرفة المتفق عليها أما الجامعة فتعلم ما يسمى بالبيريفري بالمعرفة في كور في بيريفري والبيريفري فيه يعني نظريات اللي بينتقل للكور اللي بيصير بالكور بينتقل للمدرسة وهون المعرفة إذن غير نوع واحد اثنين بالوظيفة الكور بما أنه هو يعلم في المدرسة فوظيفة المدرسة تنقل هذا الكور النواة وتنقل قيم ومواقف تقع تحت عنوان عام اسمه التنشئة فهي يعني تؤبد أو تركز أو ترسخ ما هو شائع في المجتمع أما الجامعة بسبب البيريفري وبسبب دورها فهي تخلق نخب وتطوير المعرفة وهذا أمر مختلف جدا وبالتالي يغير كل الكلام حول المدرسة والجامعة في هذا السيار مع الأستاذ الغالي موضوع علاقة بالسلطة مفهوم الوصاية معناها أن الجامعة مستقلة إجمالا سوتويتال يعني مستقلة ولكن لتأمين الصلة ما بين الحكم الذي يمول والجامعة لابد من صلة وهذه صلة تتركز في الوزير أو الحكومة حتى يمول ولكن بهذه الحالة إجمالا تعتبر الجامعة مستقلة وهذا أمر يختلف عن موضوع العلاقة أو مشاركة الجامعة في صناعة القوانين هذه اسمها الدور الجامعة في صنع السياسات ودور الجامعة في صنع السياسات تتعلق بشيء في المجتمع في الإعلام في نشاط المراكز ولا تخاطب الجامعة كجامعة إذا عندك مركز بالجامعة للبحث والتطوير متعلق بالسياسات القانونية أو بسياسات الصحية أو الأخير ممكن القسم أو الديبارتنط أو كذا يطور فكرة حول منع التدخين ويروح بيعمل ضغوط لتطوير سياسة حول موضوع التدخين فهذا موضوع مختلف من أدوار الجامعة وإجمالا جامعاتنا لا تلعبون مفتردين الجامعات أنهم فقط يطلقوا التعليمات ولكن المبادرة للعمل المشاركة المجتمعية ونبادرة لإثارة القضايا ذات العلاقة بالسياسات هذه منقاط على عاطق أهل الجامعة ليس بصفتهم مؤسسة بصفتهم مجموعات أو كليات أو مراكز أبحاث أو ديبارتنط شكرا شكرا سيد الرئيس لطفي حاجلوي أنا أريد أيضا أن أشكر كل المتدخلين أعود إلى مدخلة الأستاذ محمد الحاجد ريسي وأثمن أيضا ما قاله الزميل إبراهيم حول الوجه الآخر للهجرة ليس بالضرورة وجه بالضرورة سلبي حتى الهجرة أنا أذهب أكثر من ذلك إلى أنها تنقل الخبرة وربما أيضا لها وجه آخر إضافة إلى أنها تسمح بازدهان القدرات الذاتية والتعبير عنها في مساحات من الحرية ربما الأكاديمية وتحدثنا عن الحرية الأكاديمية هذا عنصر أنا أشدد على نفس السؤال ولكن كذلك أطلب منك بكل لطف هو أنك تحدثت عن أرقام رهيبة حتى أنه أحيانا يعجز العقل عن قبولها حول الكفاءات المهاجرة من بين الأرقام وأذكرك 28 ألف كفاءة مغربية سنويا تقريبا قلت كذلك أن ألمانيا تحاول أن تجلب حوالي أربعين ألف كفاءة مغربية سنويا يعني أنا السؤالي هل تقدر الجامعة المغربية أن تنتج أصلا أربعين ألف كفاءة سنويا هذه نقطة نقطة ثانية ما هو تعريف الكفاءة ما هو تعريف الكفاءة يعني هل الكفاءة يعني كل يعني كل من كان ديبلومي معنتها يحمل أي شهادة يعني ثانوية هل هو يعني للكتخيسيان معنتها كهربائي هل هو كفاءة مثلا في هذا التصنيف مع الشكر لجميع الزملاء تحية صباحية للحضور الكريم أنا لسوحة دي لم أحضر إلا مداخلة الزميل الدكتور محمد الغالي ولهذا سأحاول مساءلته في بعض الإشكالات التي طرحها من خلال أدوار الجامعة أولا أول سؤال يتبادر إلى الدين من خلال المداخلة هو هل تقزيم دور الجامعة هو تقزيم مقصود ممنهج أم أن الجامعة نفسها ساهمت في هذا التقزيم ثم أيضا سؤال آخر نحن نعلم جيدا أدوار الجامعة المغربية من خلال مرحلة معينة من تاريخ المغرب كيف كانت مزعجة لجل الأنظمة السياسية وبالتالي هذا التقزيم جاء نتيجة لرغبة النظام السياسي في المغرب في تراجع دور الجامعة كما نرى للمعرفة والتنوير داخل المجتمع وبالتالي أظن على أن تراجع دور الجامعة في المغرب اليوم يجب أن لا نناقشه خارج النسق السياسي المغربي الغير ديمقراطي يجب أن نربط ما بين هذا التراجع وبين النظام السياسي المغربي الذي يريد للجامعة عبر عديد من الآليات ومنها مثلا تجربة المغربية الآن من خلال إصلاح النظام الجامعي حول الأستاذ الجامعي وحول الطالب إلى ماكينة للتلقي وليس للمعرفة وللنقد وبالتالي تحولنا من أساتذة باحثين ونحن جيدا إلى أساتذة حارسين نمارس أكثر من 39 ساعة للحراسة ولا ندرس حتى 18 ساعة في الشهر إذن هذا نوع من التقزيم الممنهج نظرا لرغبة نظام السياسي في أن تتراجع ثانية أنا أتساءل معك هل ننتظر نحن كجامعيين أن تستدعين السلطة لنناقش مجموعة من القضايا المجتمعية أنا أظن على أن دور الأستاذ الجامعي وأن يفكك مجموعة من الإشكالات ومجموعة من الطابوهات المجتمعية ولا ينتظر دور السلطة أيضا نحن ساهمنا بشكلهم بآخر أننا تحولنا إلى موظفين بالوكالة لدى الأحزاب السياسية والتي غالبا ما يكون زعاما أو لا يملكنا حتى شهادة ابتدائية وبالتالي تحول الأستاذ الجامعي إلى موظف يقدم المعرفة نظير يعني أن يحصل على مقابل ونحن نقدم الولاءات وهذه الولاءات هي التي تجعل الأستاذ الجامعي من ينادى عليه في المجلس الدستوري ولا في التعيينات ولا في غيرها إذن حسب تقديم الولاء وليس حسب الكفاءة وهذا معروف بالنسبة لنا في المغرب الآن ليس بغريب وبالتالي لا نلوم النظام السياسي ولكن نلوم الأستاذ لأننا لا نتمتع باستقلالية لا توجد نخبة جامعية مستقلة النخبة الجامعية المغربية كلها الآن أصبحت يعني تبحث عن الظهور الإعلامي في قنوات إعلامية نحن نرفض ما تقدم هذه القنوات من تفاهات وبالتالي تجد الأستاذ الجامعي يؤثث الصورة والمشهد السياسي ربما لكي يظهر لأصحاب القرار ولمن يمنحون الولاءات أنه قادر على أن يصبح كذا وكذا وكذا أما الأستاذ الجامعي الذي يحترم نفسه والذي يقدم معرفة حقيقية ومعرفة لا تناسب ما يريد النظام السياسي فإنه مركوني للرف هذه من جهة من جهة ثانية أننا أيضا نقطة أخيرة أيضا حتى الجانب الاقتصادي نجد الآن أن مرتبة الأستاذ الجامعي في المغرب تضهورت لم نعود أن ننتمي إلى الطبقة المتوسط على الأقل من الجانب الاقتصادي نحن تضهورنا إلى الطبقات الأقل فقرا في المغرب وبالتالي مقارنة مع الوظائف الأمنية قايد قايد يعني ما عرف شوشكي عرفوا مفهوم قايد يعني أنه رجل السلطة نحن ندرسه وكيف يخرج عنده مجموعة من الامتيازات الكبيرة التي والأستاذ الجامعي يمتياز عنده وكيف سنبحث كيف سنناقش القضايا المجتمعية نحن الآن نبحث فقط عن موارد للرزق البياناتر والبيان فيفر أوكي شكرا أربعة دقائق لكل واحد لكي تجاوبوا على الأسئلة ونبدأ بالأستاذ المراد شكرا طبعا لن أرد على الأسئلة لأن الورقة لا في حدها الأدنى الذي قدمت بها يصعب أن نزعم بأنه يمكن أن تناقش لذلك تبدو بعض بعض العناوين التي قدمت كأنها مبتورة عن سياقها نظرا لذيق الوقت ولكن هناك ملاحظات عامة يمكن أن تساعد على توسيع دائرة التفاعل مع ما قدمته فيما يخص الشق الثاني أنا بالنسبة للأستاذ عدنان الأمين أنا قلت في البداية أنني لا أفرق ولا أميز لأنني لو أريد أن أدخل في التفاصيل أنا أتحدث عن مؤسسات المعرفة سواء كانت نقلا أو تلقينا أو تطويرا أو إنتاجا بحكم أن السياق الطبيعي لبناء المعرفة يبتدئ من المراحل الأولى ثم ينتهي بالجامعة وبالتالي الأهداف التي أريد أن أصل إليها لا يهمها هذه التفاصيل وإن كنت متفق أن في الوظائف وفي الخصائص هناك تميز بين هذه المؤسسات وبالتالي الذي سينتج المعرفة وسيطور المعرفة هو الذي تلقنا ونقلت إليه المعرفة في البدايات بمعنى أن البذور الأولى لتشكيل ذهنية معينة ولتشكيل أداة للتفاعل مع هذه المعرفة كانت في المراحل الأولى من مؤسسات إنتاج المعرفة إذا تحدثت في الشق الأول على ما هو مشترك على المستوى العالمي في هذا الانتقال مرحلة الانتقال أو المنعطف الذي نعيش فيه ولا أعتقد بأن قضية الأسرة كمؤسسة تقليدية أنها تتراجع هو وهم بالنسبة لمجتمعات الجنوب أو بالنسبة لمجتمعات العربية الإسلامية كما أعتقد أنا أظن أن هذا الاعتقاد هو بمثابة تغطية الشمس كما يقال عندنا بالغربال لابد أن نلاحظ كم الدراسات الاجتماعية حول هذه المؤسسة ولابد أن نرى بعين واقعية إلى هذا التراجع وهذا التآكل وإن لم يكن بنفس الأهمية في مجتمعات الشمال لكن هناك تآكل لهذه الأسرة يكفي أنه من الناحية الديمغرافية كثير من الدول العربية دخلت مرحلة ما يسمى بعدم تجدد والمغرب من بينها ولابد أن ننتبه أن العولمة في إطار السياقات التحديات التي تطرحها أنها تستهدف مراكز إنتاج القيم ونعتقد بأن الأسرة هي أحد معاقل إنتاج القيم هذا فقط على الهامش بنسبة للشق الثاني الذي يخصنا وينضاف إلى ثقل التحديات التي ذكرتها هي أن المدرسة بصفة عامة أأفي أزعم وأدفع به إلى التفكير أنها ليست جزء من الحل بل جزء من المشكلة لأنها ظهرت في سياق تحولات تاريخية معينة هي ظهرت مع مرحلة الاستعمار وما بعد الاستعمار وجاءت كأدات كما يسميها ألتيوسر كأحدى الأدوات الإديولوجية للدولة مهمتها هو إعادة هندسة المجتمع بمعنى إعادة بناء المجتمع وفق أهداف الدولة الحديثة وبالتالي المدرسة لم تشهد عن هذه القاعدة المدرسة لما أسست أسست ضمن هذا السياق سياق إعادة هندسة المجتمع وفق أهداف معينة مع الأسف أن هذه المدرسة ظهرت مقابل منظومة أخرى منظومة أصيلة منظومة تقليدية التي كانت موجودة فعوض أن تبنى على غرارها وضعت بالمقابل فجاءت هذه المدرسة باختصار مختزل جاءت لتعلي من القيم الحديثة وتبخس من شأن القيم المحلية أو القيم الأصيلة وأنا أعتقد وهذا طبعا وجهة نظر أنها كانت وراء تغذية الانشطار العمودي الذي يميز مجتمعات عالم الجنوب والمجتمعات العربية بمعنى أنها كانت أداة رئيسة في تغذية هذا الانشطار عوض أن تعمل على تجسير هذه الهوة بين مجتمع حديث وبين مجتمع أصيل عملت على توسيع هذه الهوة بين هذه المجتمعات وبالتالي أصبحت أصبحت الازدواجية على كل المستويات هي السمة البارزة لمجتمعات ما بعد الاستعمار وبالخصوص بالنسبة للمجتمعات العربية إذا كانت المؤسسات المعرفية هي مؤسسات تجتهد في إيجاد الأجوبة وتأهيل المجتمع للتفاعل مع تحديات محيطه وعالمه وعصره فإن هذه الأجوبة التي حملتها المؤسسات المعرفية وجدت نفسها على أرضية لا تمت إليها بصلاة فيما يخص الأسئلة بمعنى أن هذه الأجوبة التي حملتها هذه المؤسسات لا ترتبط في علاقة جدلية مع الأسئلة التي يطرحها المحيط وبالتالي وجد مجتمع بأسئلة ووجد مؤسسات معرفية بأجوبة ولا علاقة بين الأسئلة وبين الأجوبة وبالتالي بما أن هذه الأجوبة لا يمكن أن تنزل في فراغ حاولت أن تعيد إنتاج محاض جديدة تستقر في هذه الأجوبة مع أسئلتها وبالتالي الأسئلة التي ظهرت في محيط الجامعة أو في المجتمع الحديث بين قوسين هي أسئلة طارئة لتبرر الأجوبة التي تحملها هذه المجتمعات وبالتالي أعتقد أن المدرسة ساهمت في الحكمة التي تحدث بها أحد المفكرين بأن الحضارة المعاصرة خلاف الحضارات السابقة عليها التي كانت تأتي لتتكيف مع محيطها ومع ظروفها أن الحضارة المعاصرة جاءت لتكيف المحيط مع تصوراتها وإن كان بالإرغام القسري سواء كان رمزيا أو كان ماديا وبالتالي هذه المدرسة غذت هذا الانشطار وما زالت تغذيه إذا أردنا أن نتجاوز هذه المرحلة فلابد أن نساهم أو ننخرط في هذا السياق العالمي الذي تحدثت عنه ولكن بشكل أخص أن نعيد التفكير وأزعم بأن المدرسة لم تتخذ كموضوع للتفكير في العالم العربي لم يشكك في هذه الأدات وبالتالي لذلك قلت بأن الفرضية التي تريد هذه الورقة أن تثير الانتباه إليها أن المدرسة ليست جزءا من الحل بل جزء من المشكلة أربع دقائق طويلة سيد دريسي بالنسبة لهجرة الكفاءات هي جزء من الهجرة المغربية لكن الغريب بالنسبة للفرق بين الهجرة الكفاءات وباقي سائر أنواع الهجرات في المغرب نلاحظ أن الدولة تدخلت فأقامت مجموعة من الاتفاقية الثنائية أثناء هجرة سواعد المغرب إلى الدول الأوروبية لضمان حقوق هؤلاء بالديار المستقبلة لكن هجرة الكفاءات ليس هناك أي اتفاقية هذا إشكالية وبالتالي حينما أنا قلت التهجير لم أقل التهجير بمفهومه القانوني ولكن بمفهوم آخر فحينما تكون هناك سياسة اقتصادية اجتماعية مدروسة من طرف الآخر ومفروضة على الحاكم سواء في المغرب أو في بقي العالم العربي من طرف مؤسسات النقدية الدولية ونحن ملزمون بتطبيقها تقشف في السياسة الاجتماعية يؤدي إلى بطالة يعني ثم نزوح جماعي فهذا يعني هل هذا تعتبر هذه هجرة الطبيعية في نظرك هي المستوى القانوني هي هجرة طبيعية ولكن على المستوى الاتصادي هل هي هجرة طبيعية يعني هنا المفاهيم تطرحوا نفسها بإلحاح كيف يجب أن نحددها هذا هذا جوابك أنت والله أعلم بالنسبة بالنسبة لقيمة الأضمغة على المستوى التنموي ما بين سنة ألف وتسعمية وتسعين وألفين وخمسة يعني في حسابي يعني في بحتي قمت بحسابي يعني حساب بمعادلة رياضية من الدرجة العاشرة وجدت أن يعني الثمن يعني الذي أداه المغرب بسبب هجرة الكفاءة إلى الخارج ناهزة 90 مليار دولار هذا يعني في الخسائر المباشرة هذه خسائر مباشرة بالأرقام بواحد زائد واحد تساوئ اثنين الآثار الاقتصادية الأخرى لم أدخل فيها لأني لست اقتصادي بحتم بالنسبة للسياسات الرسمية هناك سياسات وضعت على المستوى الدولي وهناك سياسات وضعت سياسة وضعت على المستوى الوطني لكنها لم تؤدي إلى نتيجة أي نتيجة ملموسة كسياسة والكل يعرفها هنا التي وضعت من بداية التسعينات وكذلك سياسة التي وضعتها وزارة الهجراء المغربية بالنسبة للحلول يعني أسوة بالهند والصين هناك مقترحات الدول العربية تقوم بخوصصة العديد من المؤسسات يمكنها بيع هذه المؤسسات أو تأسهم هذه المؤسسات بأسعار تفضلية لهذه الكفاءة وهذا الفعل قامت به الهند الهند قامت بإنشاء مؤسسات كبرى علمية لإيجاد فضاء لعمل هذه الكفاءة بل قامت بإنشاء شبه مدينة علمية يعني تطلبت منها 35 مليار دولار أنا لا أظن أن الدول العربية غير قادرة على ذلك فلديها من الأموال ما يكفي والمئات مليارات الدولارات تتواجد في الأمراك الغربية لعلهم يعفون عن بعض اليسير منها فيقومون بمثل هذه المشاريع بالنسبة لارتباط الكفاءات ومدى نفعها على أرض الوطن نلاحظ أن العديد من الكفاءات تدخل يعني في شبكات من أجل التعاون جنوب هناك مجموعة من الشبكات والآن هناك مجموعة من الجمعيات التي تتوجه في هذا الاتجاه ونلاحظ أن هناك مجموعة من المشاريع الآن التي يعني أدت دورا تنمويا مهما محليا في المغرب في مختلف المناطق ثم أن هناك 50% من الكفاءات سنويا يعني عبرت بلسانها أنها تعود إلى المغرب مرة واحدة في السنة من أجل الزياء وتفقل الآن والسلام عليكم شكرا أستاذ الغالي شكرا أستاذ الرئيس نشكر المتدخلين والمتدخلات على هي كانت في الحقيقة تساؤلات وليست أسئلة لأنها تعبر كذلك عن قلق وحيرة المتدخلين بخصوص هذا الموضوع الذي كما قلت نتسأل عن الإطار المنطقي لوكادغلوجيك الإطار المنطقي الأصلح الكفيل بمساعدتنا على قياس الأدوار وكذلك تقييم تأثيرها بخصوص هذا الموضوع الذي نتحدث فيه هو يطرح أكثر من إشكال الجامعة ليست متغيراً أصلياً الجامعة تلعب أدوار إدارية لذلك قلت بأن الرابط الذي يحدد العلاقة هو الويصاية والويصاية لها طبيعة إدارية لكن كيف يمكن للجامعة أن تلعب أدواراً سياسية عندما أقول أدوار سياسية ليس أن الجامعة ستتمتل نفسها كقائدة للدولة لا ليس هذا هو المقصود ولكن أدوار سياسية بمعنى المساهمة في إنتاج تصورات وإنتاج الخطط والبرامج وإلى غير ذلك أعطيكم مثال في طلب عروض تقدمت به الوزارة لكي يتقدم الأساتذة بمشاريع في الإجازات الأساسية والمهنية والماصطر فكنت قد تقدمت بمشروع إجازة مهنية تحمي العنوان الهندسة الترابية لانجينيوغيطيغيطوغيان فوافق مجلس الكلية هناك مصطرة وافق المجلس على هذا المشروع وبعد ذلك مجلس الجامعة وتم إرسال المشروع إلى الوزارة فتم رفض المشروع بحجة ضرورة تعديل العنوان هكذا قيل لنا ولازلت أحتفظ بالمراسلة شعبة القانون العام لا يمكن لها وليست لها الصبغة إنه با دو فاكاسيون دو فاكاسيون ليست لها الصبغة بأن تؤسس مشاريع تحسم له اسم هندسة فخلق لاعتقاد بأن مفهوم الهندسة يتعلق بالإسمنت والحديد وواواواوا هذا إشكال يطرح في هذا الباب وبالتالي فنقول عندما نتحدث عن ممارسة الجامعة لصلاحيات أو لوظائف في مجال الإنتاج يجب أن تكون علاقة علاقة رقابة وليست وصاية لأننا في الرقابة نتحدث عن سلطة نتحدث عن سلطة في مقابل سلطة وبالتالي لا يمكن أن تتدخل فيما أنتج إلا بناء على ما يقرره القانون بشكل واضح في إطار العلاقة بينك وبينك سلطتين متقابلتين هذا كلنا ينشد أن الجامعة يجب أن تكون فوق الصراعات وفوق وفوق أعطي رقما آخر جامعة القضاعيات تتوفر على ما يزيد على 1800 أستاذ دكتور يحمل الدكتورة في كل تخصصات من الميكرو إلى الماكرو في الكيمياء الدقيقة والفيزياء الدقيقة إلى لدرجة أنا يمكن وأقولها بأننا ليس فقط الأستاذ الحاج لمسألة الهجرة نحن الآن نلعب دور المناوبة على ستريطانس مراكز وأبحاث غربية تأتي وتعقيد شراكة مع جامعتنا ومع مختبرات ونصبح نشتغل من خلال تجارب ونرسل النتائج إلى تلك المختبرات الأجنبية وهذا أخطر من ما يطرح في هذا المستوى وبالتالي بمثل هذه الأشياء كيف يمكن أن نسير في هذه الاتجاهات 1800 لاحظوا معي أنا أعضو مجلس الجامعة ونقضي الوقت الكبير ليس في مناقشة التصورات والخطط والاستراتيجيات على الأقل على مستوى جهتنا كيف يمكن لجهتنا أن تتطور جهة مراكش تنسيف الحوز ومستقبلا مع التقسيم الجديد جهة مراكش أسفي نقضي النقاشات في مناقشة وضعية المطرودين أو الذين يعانون وضعية صعبة أو شيء من هذا القبيل بالتالي وكذلك وقت آخر يذهب في نقاط النظام في التسيير أو في التنظيم أو 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 هذه بطبيعة الحال الأشياء تجعلنا لاحظوا وهذه مسألة أخرى أشير إليها ما يزيد على ستين واحدة بحتية في الجامعة من يؤسس هذه الوحدات يؤسسها الأساتدى والأستدات أساتدى المحترمون والأستدات المحترمات ولكن أقول لكم لا أريد أن أعمم ولكن نسير في اتجاه النمط الذي تدبر به الزوايا الشيخ ومريده إذن كيف بهذه النظرية نظرية الشيخ والمريد أن تكون للجامعة هذه الأدوار هذه إكرهات وعوائق أن تلعب الجامعة دورا أصليا ومحددا فيما يتعلق بالتحولات والتطورات هذا بطبيعة الحال في هذه المستوى ويمكن أن تقيسوا ذلك عندما أقول 1800 أستاذ جامعي ما هو تأثيرهم في جهات مراكش تنسيف الحوز على مستوى الأحزاب على مستوى المجتمع المدني على مستوى كل هذه الأشياء وبالتالي بطبيعة الحال مسألة أخرى وأختم بها في دقيقة السيد الرئيس شكرا على عطفك وكرمك النمط الذي تسير به الدراسة والعلاقة ما بين الأستاذ ومحيطه هي علاقة عقيمة نسمي الأشياء بمسميتها لا حرج في ذلك ونحن نتحدث لغة العلم وهذا هو الذي يقلق ويحرج أكيد أن الجامعة المغربية في السبعينات وفي الثمانينات وإذا رجعنا إلى عينة من هذه الأعمال الجامعية كلها كانت تنتقد سلطة وانتقادا ليس في داخل النسق وأكيد على هذه المسألة من خارج النسق بالتعبير الذي طرح يورغنها بيرمعس وليس بالتعبير الذي طرح جون راوليس هذه الأبحاث كانت تسير في هذا الاتجاه ربما نقطة الانعطاف ستقع من بعد سنة 1998 وهذا له تفسيرات لأن الجامعة كذلك جزت وكانت قريبة مما هو إيديولوجي أكثر مما هو علمي أنا أريد أن أطلح سؤال الأستاذ يقضي عشرين ثلاثين سنة يدرس نفس المادة حتى أن هناك من يحتفظ بدرسه في البلاستيك تبعا لا تسمحوا لي ربك تعالي يمشات بلاستيك يخاف عليه من الرطوبة أو شيء من هذا القبيل كيف يمكن أن نطور بمثل هذه القوالب المرجعية وتكون للجامعة أدوار في هذا الباب اسمحوا لي بالنسبة للمواد طرحنا وقلنا بأننا ربما يمكن أن نستعين بالمحافظة في مجموعة من الحالات لكي نحفظ مواد لأنه عندما يحفظ الحق في المحافظة لا أدري الآخرين هل يفهمون هذا المصطلح مصطلح المحافظة يصبح الحق قائما بالنسبة لك ولا يمكن أن ينازعك في حق شخص آخر نحن نقضي شهور وسنوات في كلياتنا ولا أن ننفتح على المحيط وبطبيعة لا يمكن للجامعة أن تقوم بأدوارها الأساسية والاستراتيجية في غياب ما نقوله بغشاش أكسيون البحث والفعل والعمل الأستاذ يقضي 20 سنة دون أن يقضي شهرين أو 3 أشهر في مؤسسة من المؤسسات التي تشتغل عليها الدولة شكرا على انتباهكم شكرا لأستاذ الغالي شكرا لأستاذ المرابط وأستاذ الدليسي والأستاذ الغالي على عروضهم وعلى تجاوبهم على الأسئلة وأشكر الحضور وتنتهي هذه الجلسة شكرا لأستاذ المرابط